يقول نعاني من شخص منا ينقل الكلام بين الاسرة وافسد عليها المودة حتى فشت العداوة بين الجميع وهو لا يقبل النصيحة وتدور حوله الشبهة بانه يرتاد السحرة فهل نقاطع هذا الشخص ما دامتم عرفتوه انه نمام احذروا لا تصدقوا فيما يقول اجعلوا كلامه كلاما غير صحيح ولا تقبلوه ولا تتأثروا به ارفضوه ولا يضركم ان شاء الله واما مجرد التهمة والشك انه يأتي السحرة لا يحتاج الى تثبت ما تعاملون مجب ذلك الا الى ثبت عليه هذا الامر اما مجرد الشك لا تصدقوا الشكوك والاوهام نعم ما حكم استعمال السبحة في التسبيح الاصابع افضل انه يسبح باصابعه اصابع يده اليمنى هذا افضل واذا اتخذ خرزات السبحة او الحصى يسبح به هذا مباح هذا مباح اما ان كان يعتقد ان السبحة لها فضيلة وانها سنة هذا لا يجوز هذا بدعة السبحة انما هي مباحة ليست من السنن نعم اشتركوا في القناة